في اناير قادم لو الاعله يجيب صفكتين. يجيبهم في مركزين. في راس حربة. يتنيين راس حربة? تنين؟ لا بدتاري يعني هادة. حتى. قصر بص علنا المرح الر battأ. ايق mare بصلحة حاجة. حد حت نائرة. محطك إتي. انت محتاج تجيب أنا شافلني اعلي فرقة محتاجة راس حربة البيلادي العليك بألية. يليق بألية الواهلي مش بنقول إن راجل موجود وحش أو الناس اللي موجودة وحشة ولكن كهربة مش كويس كهربة لو بيجيب الأجوان اللي بيجيبها بقى هدف العالم مش هدف مصر لكن انت محتاج حد يقوى معاه برضو تسعة اللي بيجيب أجوان ده مهمة جدا يعني ولكن الفرقة متماسكة بشكل محترم جدا يعني محتاج مدافع محتاج مين هو مين بقى المدافع من قبل محتاج مدافع لازم أقوى بقى حطت حد في دماغي هل في حد مناسب في الوقت تا يبقى أحسن من الموجودين ما عنديش حد أحسن من الموجودين والأحسن من الموجودين بلعب في الزمالك الوينش ده اللي أنا بشوفه إنه يقدر لو أنا بفكر في سرد بقى كهو ده انت فاهم أن أقصد إيه إنما معظم الناس اللي موجودة لعبك كويسة وكل حاجة ولكن حد مش أحسن من اللي عندي فمش هبقى محتاج حد لو أنا عندي حد الشبه عبد المناميش هقولك يبقى في فرق إنها من أنا ما عنديش المتاح مش هيبقى ولا محتاج زهير أيصر؟ أنا كريم أقنعني جدا أقنعك جدا جدا ماتش اللي فات ولكن أنا كنت متوقع نوعي لعب النهاردة مم شو معنى؟ عشان المعمر ماتش حلو ماتش كان حلو قوي فإنت عارف لما يبقى عمل حد عامل حاجة كويسة قوي فإنت بيقوله خد كمان يعني يديله كمان ولكن برضو ما تعرفش هو الراجل بيفكر في إيه ودناغ وإيه مش عارف فيه لعب في النادي الآلي بدأ مع مارس الكولار بشكل أساسي كان لعيب أساسي في التشكيل وخد كتير جدا وقدموا ببرايات كتبيرة جدا شوية بشوية بقى لاعب ديك نهاردة كان لعب برق قائمة خالص أحمد عبدالعادر إيه اللي وصل لأحمد عبدالعادر إنه يكون النهاردة في تشكيلة النادي الآهلي برق قائمة خالص أكيد العقلية أكيد العقلية ليه لنا بأكد أنا مش قريب من عبدالعادر ولنا قريب من النادي في حتة إن أنا عارف تفاصيل والله بس أنا بأكلمك على الصورة العامة ليه بأتكلم في العقلية لأن إحنا مش هنتقدر نتكلم في الكورة لأنه هو لعيب مرعب طبعا طبعا ما فيش خلاف طبعا فأنا لو أنا مدرب ما عندي لعيب بالنوعية ده بالنوعية دي لا يمكن هتجهله أبقى أنا عندي مشكلة نفسية صحيح على طول يعني فالحالة دي ما تيجي تأخذها كلها بعضها ما عند العيب بالإمكانات دي وعند العيب عنده يعمل الفرق ده ويقدر يكسبني ويقدر يعمل له كل الكلام ده فلو أنا بأطلعه بره خالص يبقى فيه حاجة في التركيبة دي عند اللعب ما فيش حاجة تاني ما شحطها تحت أي بند تاني لأنه لو جيت قيمته عبدالقادر عبدالقادر أهم العيب في مصر في المكان ده أهم العيب في مصر طبعا كإمكانيات فنية كإمكانيات فنية طبعا طبعا مرعب حلول زي ما أنت عايز زي ما أنت عايز حل زي ما أنت عايز سرعة مهارة باور ولكن هو عنده عنده حاجة هنا في حاجة أنا ما عرفش إيه بس أكيد دي هي اللي عاملة الفجوة اللي بينه بين الرجل أكيد